ان موازنة هذا العام ستكون افضل من موازنة العام 2014 باستعاب كافة المرتبات والاجور للموظفين في القطاعين المدني والعسكري وضمان استمرار صرفها هكذا غرد رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر قبل يومين في حديثه عن موازنة العام الجديد 2018 ولا احد يعرف على ماذا بنى رئيس الوزراء خطابه هذا فلا مؤشرات واضحة يمكن ان يترجم من خلالها مثل هذا الحديث الى واقع خطاب لا يعد عن كونه رجما بالغيب او تشكيعا للذات فلا جديد استجدى حتى يمكن التفاؤل والبناء على هذا التصريح فالحكومة عجزت حتى الان عن استثمار الموارد التي تقع في المناطق الخاضعة لسيطرتها باستثناء ما حصلت عليه من عائدات بيترول المسيلة في محافظة حضر موت ان معضلة الرواتب والموازنات التشغيل للقطاعات الخدمية تكمن فان معظم مرادات الدولة تأتي من هذا القطاع عجز الحكومة امتد الى عدم قدرتها على الايفاء بادنى واجباتها تجاه المواطن وربما الانجاز الوحيد الذي تفاخر به الحكومة دفعها لمرتبات بعض اشهر العام المنصرم التي لم تشمل كافة متسبي السلكي المدني والعسكري فكثيرون هم الذين لم يحصلوا على مرتباتهم كثيرة هي الاعذار والمبررات التي توردها الحكومة بشأن خفاقاتها المتعددة وخصوصا في الملفين الامن والخدم والاكثر هي المآخذ التي يوردها البعض عليها لعل اهمها عدم قدرتها على الاستقرار في الداخل اليمني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة